السلام عليكم اليوم رح نحكي لكم عن جامعة الدجلة بالبداية يقع موقع جامعة الدجلة في بغداد ألدورة خلف جسر الطابقين واحتلت كلية دجلة الجامعة المرتبة الرابعة من أصل 47 جامعة ضمن التصنيف العراقي للجامعات الإهلية حسب تصنيف وزارة التعليم العالي والبحث الألمي لسنة 2021 أما الأقسام فتحتوي جامعة الدجلة على 18 قسم أو تخصص نبديها ويطب الأسنان اللي يقبل خريجين الأحياء بمعدل 80 وقصد 9 ملايين ونصب السنة وقسم تقنيات الأشعة اللي يقبل الأحياء بمعدل 69 ونص للصباحي أما المسائي فماكو مسائي والقصد 3 ملايين ونص وقسم تقنيات التخدير يقبل الأحياء بمعدل 69 ونص للدراسة الصباحية لخريجيه الأحياء والقصد 4 ملايين أما مسائي فماكو مسائي وخلونا نتفق على الجايات أن المعلومات اللي ما أذكرها يعني ما مشمولة مثلا القسم اللي ما بي دراسة مسائية ما رح أقل لكم بعد ما بي مسائي أنت أعرف ما بي مسائي لأن ما ذكرته والقسم اللي يقبل بس احيائي راح اقول يقبل بس احيائي معناها ما يقبل لا تطبيقي ولا ادبي خلونا نكمل قسم المختبرات الطبية يقبل احيائي بمعدل 69.5 للصباحي و 64.5 للمسائي والقصط للصباحي والمسائي 3 ملايين قسم هندسة تقنيات الاجهزة الطبية يقبل خريجين التطبيقي بمعدل 59.5 ويقبل خريجين الصناعة بمعدل 62.5 والقصط 3 ملايين ملاحظة مهمة قسم تقنيات الأجهزة الطبية يقبل أحيائي وتطبيقي لكن معدل الأحيائي ما عرف تشقد بالضبط لأن الجامع ما ذكرته ولكن هو قريب جدا من معدل التطبيقي إذا مو نفسه قسم تقنيات صناعة الأسنان يقبل الأحيائي بمعدل 69.5 والقصد 3 ملايين و300 ألف دينار ويقبل مسائي بمعدل 64.5 والقصد 3 ملايين قسم إدارة الأعمال يقبل خريجين السادس الألمي بفرعيها التطبيقي والأحيائي ويقبل خريجين الأدبي وخريجين التجارة فرع الإدارة وفرع الاقتصاد وفرع إدارة المخازن ويقبل خريجين الحاسوب وتقنية المعلومات القصد مليونيين و100 ألف للصباحي ونفس التخصصات يقبلها بالمسائي والقصد مليونيين فقط قسم العلوم المالية والمصرفية يقبل أيضا العلمي التطبيقي والأحيائي ويقبل الأدبي والتجارة الفرع الأعم والمحاسبة والاقتصاد والقصد مليونيين و100 ألف للصباحي ومليونيين فقط للمسائي وهنا القبول حسب المفاضلة والمقصود بالمفاضلة يعني أن الجامعة تحدد عدد معين لدخول تخصص ما وتختار من المتقدمين لهذا التخصص أفضلهم من حيث المعدل أتمنى تكون الفكرة واضحة قسم الإعلام يقبل خريجي الألمي بفرعيه الأحيائي والتطبيقي ويقبل الأدبي أيضا وخريجي الصناعة والمعدل حسب المفاضلة وفهمتكم شنو هي المفاضلة والقصد مليون ونص للصباحي ومليون وربع للمسائي قسم اللغة الإنجليزية يقبل الألمي بفرعيه والأدبي ومأحد معلمين خريجي قسم اللغة الإنجليزية والقصد مليون وستمئة ألف دينار قسم اللغة العربية يقبل خريجي الألمي والأدبي ومأحد معلمين خريجي اللغة العربية والمعدل حسب المفاضلة والقصد مليون ونص للصباحي ومليون فقط للمسائي قسم المحاسبة يقبل خريجي العلمي بفرعيها التطبيقي والأحيائي والأدبي ويقبل تجارة الفرع العام قسم المحاسبة والقصد مليونية قسم الهندسة المدنية يقبل تطبيقي فقط بمعدل 63.5 للصباحي والقصط مليونين وثمانمائة ألف ويقبل مسائي بمعدل 61.5 والقصط مليونين وثمانمائة ألف قسم تقنيات البصريات يقبل تطبيقي وأحيائي وبمعدل 69.5 للصباحي والقصط مليونين ونص أما المسائي فيقبل معدل 64.5 والقصط مليونين وربع قسم علوم الحاسوب يقبل تطبيقي وأحيائي وبمعدل 56.5 للصباحي والقصط مليون وثمانمائة ألف ويقبل معدل 54.5 للمسائي والقصط 1.650.000 دينار قسم القانون يقبل العلمي بفرعيه ويقبل الأدبي وبمعدل 56.5 للصباحي والقصط 1.100.000 دينار عراقي ومعدل المسائي 54.5 والقصط 1.000.000 قسم هندسة تقنيات التبريد والتكهيف يقبل خرجي السادس بفرعيها التطبيقي والأحيائي وبمعدل 59.5 للصباحي و 62.5 للأقسام اللي راح تكون واضحة أمامكم والقصط 1.700.000 للصباحي أما المسائي فيقبل أيضا نفس الأقسام ولكن بفرق المعدل والقصط فالمعدل لخرجي السادس بفرعيها التطبيقي والأحيائي 57.5 وللأقسام الواضحة أمامكم يكون المعدل 60.5 والقصط 1.000.000.000 قسم تقنيات هندسة الحاسوب يكون المعدل لخرجي السادس علمي بفرعيها التطبيقي والأحيائي بالإضافة إلى الأدبي 59.5 أما بالنسبة للأقسام الأخرى فهي أمامكم تقدرون توقفون الفيديو وتقروهن والقصط 2.900.000 للصباحي أما المسائي فيقبل الألمي والأدبي بمعدل 57.5 والأقسام الأخرى أمامكم والقصط 1.650.000 إلى هنا وصلنا إلى نهاية الفيديو أتمنى تكون استفادية وإذا حبيت تتعم القناة فشاركها ويا أصدقائك وإن شاء الله ستكون هناك فيديوهات أخرى نتكلم بها عن الجامعات والأقسام بشكل تفصيلي سلام